أشوف عندك برج الأسد أنت ممكن تكون بالفترة السابقة مريت بحالة من نقول يعني صراعات نفسية صراعات داخلية ممكن تكون صراعات حقيقية بينك وبين أحد الأشخاص أشوف عندك نوع من الدفاع عن النفس المفرط عندك نوع من العناد المثابرة تحاول أنه تسيطر على مشاعرك تسيطر على نفسك بالوقت الحالي أو أنه أنت ممكن تكون أكون شخص كان متعبك بعلاقتك وياه علاقة غير صحية ممكن تكون شين تمرتبطه بشخص من برج الجدي أو ممكن يكون من طاقة ترابية سواء كان الثور أو برج الدلو أيضا موجود عندي هنا هذا الشخص كانت علاقتك به عبارة عن مواجهات صراعات دائمة مشاكل مسبب لك هذا الشخص تعب أنت هوايا حاربت على مود هاي العلاقة إذا كانت عاطفيا هاي الطاقة أشوف أنت هوايا حاربت وتحاربت بسبب هاي العلاقة لحد ما وصلت حد أنه خلص أنا لازم أخلي حد لازم أتحرر من هاي العلاقة أنت أريد وراها طالعت لك ورقة دورد أنت أريد تحررت من هاي العلاقة أشوف أتحررت من هاي العلاقة علاقة سامة أنت تشنت بها ويا شخص ممكن يكون من برج درابي أو ممكن يكون أي ساين ثاني ممكن يكون برج الجدي أيضا أشوف هاي العلاقة تقريبا انتهت أو راح تنتهي بهاي الفترة بلشت يعني للنهاية أكو شخص من عندكم سواء كنت أنت أو حتى الشخص الثاني أشوف أكو شخص راح ينسحب من هاي العلاقة ويتركها كما هي وراح يطلع منها بالفترة الجاية أو أريدي طلع منها ممكن يكون صار لفترة طالع من العلاقة بدون أسباب ممكن أنه العلاقة هذي أنت اكتشفت أنه هي مو شي اللي أنت تطمح إلي ولا راح توصل للمكان اللي أنت تحلم به فقررت أنه تخلي حد أشوف عندك نوع من المواجهة أنت الآن مستعد للمواجهة رغم أنه أنت أشوف ممكن يكون حتى البعض من عندكم عندك هنا عرض جديد ممكن أكو شخص يكون عرض عليك عرض كعلاقة حب جديدة بس أنت بسبب العلاقة السامة اللي تشنت بها بالماضي والنهاية اللي مريت بها المؤلمة صار عندك نوع من المخاوف والتردد فأنت عازل نفسك بالفترة الحالية عن الناس دا تحاول أنه تكون معزول اللي مخلي حاجز بينك وبين العلاقات بينك وبين حتى ممكن يكونون الناس المقربين منك بسبب أزمة مريت بها بالسابق أو ألم مؤثر عليك أو جرح من شخص هو كان بالنسبة إليك العالم كله بس اكتشفت أنه هذا الشخص ممكن يكون من النوع الأناني وأيضا أشوفه هنا طاقة طرف ثالث موجودة ممكن تكون مكتشف طاقة طرف ثالث بعلاقتك بالشريك وهذا الشي اللي يمخليك حاليا عندك هاي الوقفة ماخذ هاي الوقفة ووقفة التراقب ووقفة التأمل أنت عندك مخاوف ممكن تكون نهاية العلاقة بهذا الشخص تماما وهذا اللي أنا أشوفه لأنه القراءة أكثر تنطبق على شخص انتهت علاقتك به وأنت بالفترة الحالية قاعد تحاول أنه تستشير الناس أو حتى أنه تتعلم من تجاربك أنت بالفترة الحالية أشوف متعلم من تجاربك اتعلمت شلون توقف على رجلك بعد الأزمة اللي مريت بها والمواجهات اللي كانت موجودة بحياتك أخذت قرار نهايي أنه تقطع هذا الشخص اللي موجود طرف ثالث بينك وبينه من حياتك تماما وتستعيد توازنك وفعلا أنت التوازن عندك موجود خليني نجي نقرأ الطاقة مفصلة بصورة أكثر هاي كانت الطاقة العامة في إذا كان أحد يعني يريد يعرف أن القراءة مطاب قوية أو لا فهاي ممكن تكون أكثر من سيناريو إذا كانت على الجانب بالعملي أشوف أنه أنت منتظر سفر صار لك فترة موضوع سفر يخص العمل أو حتى هجرة السفر متأخر عليك ولكن أشوف أنه بالفترة الجاية خلال تسع تيام أو يوم تسعة بالشهر لأن رقم تسعة متكرر كل شي هوية عندك فرقم تسعة راح يكون رقم كل شي مهم بهاي السنة بحياتك وأيضا هو رقم تسعة أساسا هو بداية النهاية فأنت كل أمورك اللي كانت معلقة قبل هي بلشت أنه راح تبلش تمشي تتحرك خلال هاي السنة وراح تنتهي ويا نهاية السنة عندك نجاحات راح تحققها على الصعيد العملية عندك الأمور العاطفية راح يصير عندك نوع من الإدراك من القوى الوضوح أنه أنت تقدر تتخذ قرار الصحيح بخصوص العاطفة وبخصوص العمل أيضا فخلونا نبلش الطاقة بشكل عام نبدأ بالصعيد العملي على الصعيد العملي عندك أمنية راح تتحقق أكو موضوع أو مشروع أنت صار لك فترة منتظرة أو حتى أرباح ممكن تكون بنهاية السنة بلشت شراكة ويا أشخاص معينين ممكن يكون شخص أو شخصين أشوف أكو عندك شراكة أنت منتظر الأرباح مالتها صار لك فترة طويلة أنه توصل الأرباح راح توصلك من بعد انتظار أكو عندك البعض اللي منتظرين عمل صار لهم فترة والعمل ما قاعد يجيهم أشوف أكو بعد انتظار فترة طويلة ممكن صار لك سبعة شهر أو من شهر السابع أكو خبر راح يجيك ببداية عمل جديد أشوف عندك مشروع جديد بداية جديدة بعمل عندك أمنية على الصعيد العملي راح تتحقق عندك رفعة أكل بعض من عدكم راح يدخل بمجال ممكن يكون بشهرة يعني مجال السوشال ميديا بصورة عامة أشوف أكو مشروع ببالك أنت قاعد تفكر بيه ممكن يكون يخص السوشال ميديا يعني مثل ترويج منتوجات أو حتى أي شيء يخص التواصل الاجتماعي فأشوف عندك شهرة عندك رفعة بهاي السنة بخصوص هاي المواضيع إذا كان مشروعك مشروع مثل ما قلت لك ترويج أو شيء يختص بالشهرة فأشوف عندك رفعة عندك ويعني شون أكو مكانة إلك راح ترتفع مكانتك بهاي السنة إن شاء الله وأكو عندك شهرة راح تنعرف أكو شيء أو شغل معين أنت راح تبدي بيه وراح تبدع بيه فراح تنعرف من خلال هذا الشغل الشغل طبعا يراد لمجهود فأنت أشوف أنه راح تبذل مجهودك بهاي السنة بسبيل تحقق هذا المشروع اللي أنت بعدك حاليا قاعد تسوي تقييم يعني أنت قيمت الوضع ممكن تكون خليت الأساسيات ولكن مرحلة التنفيذ بعدها شوية متأجلة بسبب ممكن يكون عندك نقص بالمادة لكن أشوف أكو مساعدات أكو مثل ما نقول إيد راح تنمدلك بهاي الفترة أكو إلك سعي بموضوع عملي وهذا الموضوع اللي راح تسعى عليه وراح تتعب بيه راح تجتهد بيه وراح تنعرف من خلاله راح يكون يعني أنت شخصا مميز بهذا المجال إذا دخلت بي فإذا عندك هيش مشروع ببالك وأنت متردد من عنده أشوف عندك نوع من التردد ونفس الوقت عندك شوية الأموال مو كافية اللي يحتاجها هذا المشروع فابدأ أختي خطوة لا تتردد اتخذ الخطوة والباقي هو راح شوية شوية الأمور تسهل وتمشي أشوف عندك بداية عمل جديد البعض من عندكم عنده ترقية بالعمل منتظرها صار لثلاث سنوات أشوف هاي الترقية راح تجيك بهاي الفترة إن شاء الله البعض من عندكم أشوف أكو تثبيت عقود حتى إذا كانوا ناس منتظرين تثبيت أو عقد أشوف أكو عقود راح تتوقع لك أكو عندك تثبيت عقد يعني أمورك العملية وبصورة عامة أشوفها في تحسن كبير جدا أكو تحسن من بعد فترة من الانتظار ولكن يعني الأمور تبلش تتحسن شوية شوية بمبداية السنة لحد شهر السادس النصف الأول أمورك المالية والعملية أشوفها كلش زينة وإن شاء الله يعني أديم عليك هاي النعمة الدوم مثل ما نقول أما بالنسبة للوضع الصحي البعض من عندكم أشوف ممكن يكون كانت ممكن يعاني من مشاكل بالجهاز الهضمي بداية السنة أو حتى البعض الثاني ممكن يكون من مفاصل ولكن الأمور وبصورة عامة أشوفها راح أتعدي على خير وراح يصير عندك نوع من الشفاء ولكن أنت محتاج أنه متهم الوضعك الصحي في سبيل انشغالك سواء كان بالأمور العاطفية أو حتى الأمور العملية لازم تراجع تستشير طبيب الأمور ما أشوف أكو شي خوف ولكن البعض من عندكم ممكن يعني تكون عنده عملية بسيطة وهو متردد من عندها ولكن العملية يشوفها يعني بيها شفاء لك وتعدي على خير لتخاف من عندها توكل على الله وسويها بس ما أشوف أكو شي يعني يخوف بمجال الصحة الصحة يشوفها يعني ما بين وبين تكون بالنصف الأول من السنة ولكن الشفاء موجود بدون مخاف ممكن البعض من عندكم يكون صار لأربع سنوات يعاني من أزمة معينة وهس يبلش شوية يتعافى من عندها راح يتخذ القرار أنه يراجع طبيب وإذا كانت عملية متردد منها فأشوفوا العملية أنه راح تسويها والعملية سهلة راح تعدي على خير إن شاء الله بالنسبة للوضع العاطفية ركزوا لي شوية بالوضع العاطفي يا برج الأسد بالنصف الأول وبالنصف الثاني النصف الأول من السنة يا برج الأسد طبعا الطاقة ترابية وهنا أيضا طلع لكم برج الجدي اللي هو أساسا برج ترابي فالبعض من عندكم يا برج الأسد ممكن تكونوا تتعاملون ويا شخص برج ترابي ممكن يكون العدراء أو الثور أو الجدي وبصورة خاصة لأن الجدي ظاهر الورقة مالتها موجودة واضحة أشوف أنه هذا الشخص اللي من برج ترابي سبب لكم خيبة أمل سبب لكم جرح ممكن يكون طعنكم بظهركم البعض من عندكم هذا الشخص ممكن تكون اكتشفت عنه خيانة طرف ثالث كان موجود بينكم بالعلاقة وهذا الشي خلاك تنسحب من العلاقة وتطلع فجأة مثل ما قلت لك هنا وأنت بالفترة الحالية عندك مخاوف من الرجوع أكو صفحة أكو شخص علاقتك من تهيبي راح يرجع يعتذر لك بهاي الفترة خلال أول ثلاثة شهر أو أول ثلاثة أسابيع من السنة ممكن يكون ببداية شوفوا توقعات شهر الواحد همينه أشوفوا أنه هذا الشخص راح يحاول يرجع بحياتك مرة ثانية راح يظهر هذا الشخص راح يجي يقدم لك اعتذار وراح يطلح لك أنه هو متمسك بيك هو حابك هو يعني راح يكون متغير نوعا ما وراح ممكن هذا الشخص راح يجي أنت تعرف أكو بينكو بينه طرف ثالث من راح يجي راح يقولك أنه هو هذا الطرف الثالث خرجه من حياته فخلي أشوفو لكم بس هذا الشخص نوايا صادقة تجاهك أو لا نناخذ اللين قلبا آه هو عاردي بعلاقة ثلاثية هذا الشخص شوفوا ممكن هذا الشخص اللي تتعاملون وياه قد لكم اللي يمكن يكون برجة ترابي يكون بعلاقة زواج أساسا ممكن يكون هذا الشخص متزوج شخص من الماضي أشوف راح يبلش يرجع يظهر بحياتكم بهاي الفترة خلال بداية السنة أول لثلاثة شهر راح يقدم لك اعتدار راح ينطيك وعود هذا الشخص أردي هو بعلاقة زواج أو ممكن تكون علاقة خطوبة هذا الشخص علاقتك منتهي باحتمال صار لكم ستة شهر منتهي العلاقة البعض منكم ممكن تكون ستة أسابيع ممكن علاقتك وياه صار لها سنة أو أربع سنين وبعدها هذا الشخص طلع من حياتك ممكن يكون هو متزوج أو أنه هو تطلع من حياتك وبعدها تزوج وهس راح يبلش يرجع لحياتك بخلال النصف الأول من السنة وبكلام حلو واني مريض ممكن يقول لك أنه هو يعاني من مشاكل عائلية وفعلا هو ممكن يكون عنده صراعات نفسية عنده مشاكل عائلية ولكن هنا شوفوا العلاقة الثلاثية أيضا ورقة العلاقة الثلاثية موجودة فاللي أشوف أنه أنت راح تصدق بهذا الشخص وراح يتم الرجوع بينك وبينه راح تتقبل اعتدار هذا الشخص راح تتقبل كلامه راح تتقبل أنه هو يصير رجوع بينك وبينه تأخذون هدنة اثنيناتكم وترجعوله ولكن اللي لازم أقول لك يا برج القوس عزيزي إذا كانت تتعامل ويا برج الثور بالذات أو برج الجدي هذا الشخص متمسك جدا بعلاقته بزوجته إذا كان يعني متزوج متمسك جدا ببيته متمسك استقرار الأسري بصورة عامة هو متمسك به بصورة غير طبيعية ممكن يكون هذا الشخص متزوج وعنده أطفال فممكن يجيك هذا الشخص يعرض عليك موضوع زواج ثاني أو زواج بالسر إذا تريد نصيحتي يا برج الأسد بداية السنة طبعا هذا سينارو ما ينطبق على جميع ولكن هو طلع لي هذا الشخص اللي عنده علاقة ثلاثية أنت تعرفت بها وأنت متأذي من عدة قبل بسبب هاي العلاقة الثلاثية اللي موجودة ببيناتكم أشوف أن هذا الشخص راح يرجع لك إذا ما كنت أنت يعني هاي في حالة ما كنتم متزوجين كان بس الطرف الثاني هو متزوج لا تقبل اعتذار هذا الشخص لأن هذا الشخص أول وتالي راح يرجع لبيته ويحافظ على استقراره فهو راح يرجع يدخل بحياتك ويطلع منها مرة ثانية ويسبب لك ألم أكبر فلا تكون واثقة بهذا الشخص تماما بهاي الفترة لأنه أشوف البعض من عدكم راح يرجع وراح يتصالح وياه وينطيه فرصة جديدة أما بالنسبة للمتزوجين المتزوجين أشوف اللي صار لكم تقريبا ثلاثة شهر أو ثلاثة أسابيع ببيناتكم أكو مشاكل بسبب طرف الثالث أشوف الطرف الثالث طلع من العلاقة اللي ببيناتكم وأشوف أنه البعض من عدكم المنفصلين حاليا أو اللي مثل بينهم خلافات ومنتقلين مثل أنتوها سموسة واللي متزوجين ومفترقين ولكن ليس انفصال تام ببيناتكم وإنما فراق صاير بسبب زعل أشوف أكو لما عائلية أكو استقرار عائلي راح يرجع لبعض من عدكم إذا كانت المشاكل بسبب بيت فأشوف عدكم انتقال عدكم فرحة ممكن البعض من عدكم ينتقل البيت إذا كنتوا مثلا ساكنين ويا الأهل فأشوف أكو استقرار راح يصير أكون فراد يعني بيت لكم راح يكون أكو مبني انتقال البيت عدكم سعادة المتزوجين أشوف أموركم راح تبلش تتحسن من بعد فترة مريتوا بها بمشاكل هواية صراعات هواية أكو فرحة راح ترجع تدخل على حياتكم والبعض من عدكم يا برج الأسد ممكن يصير عنده حمل بداية السنة وهذا الحمل راح يكون مفرح جدا إليك ممكن تكون انت صار لك سنة كاملة منتظر موضوع الحملة ومأجلة وهس راح تاخد قرار انه يصير عندك طفل أشوف انه أكو عندك ولادة الطفل الجديد ممكن الطفل هذا يكون ابني على الأكثر فإن شاء الله وكل شي العلم بيد الله يعني بس احنا نطي التوقعات ممكن تصيره ممكن لا أشوف المتزوجين أوضعكم يعني من بعد فترة مريتوا بيها بأزمات بمشاكل تعب خاصة على الوضع يعني كوضع عاطفي مو بس كوضع مادي إلكم اللي بعض اللي كان مثلا مكتشف طرف ثالث أو خيانة أو حتى صاير زعل وخيانة أشوف انه أكو استقرار أكو عودة راح تصير للمنزل اللي حاليا منفصلين عن البيت أشوف أكو يعني مصالحات على الصعيد العائلي للمتزوجين وأموركم إن شاء الله راح تتحسن كلها ببداية النصف الأول من السنة ممكن أول ثلاثة شهر تبلشت وينوا ياكم هاي المعالم بعدها أشوف أموركم مستقرة ننتقل إلى النصف الثاني من السنة النصف الثاني من السنة على الصعيد العملية قلت لكم من النصف الأول من السنة أكو شراكة أنتو راح تدخلوها ويا ناس وراح تنتظرون أرباح ممكن العمل اللي راح تدخلون بي أنتو يتكون شوية العوائد مالتا في إرادة لجهد إرادة لوقت يلا يبين الأرباح مالتا أو يبين التعب مالتكم بي شلون تجيكم المكافآت إلي أشوف أكو شراكة انعرضت عليك ببداية السنة النصف الأول من السنة وأنت وافقت عليها لأنه كانت عندك مشاكل مادية ممكن فردت أحد يدعمك النصف الثاني من السنة أشوف أكو